اشتركوا في القناة والرياضة في نسختها السادسة وشهد الحفل الذي اقيم في الجامعة الامريكية حضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء السلك الدبلوماسي ومثلي لجنة التحكيم والفائزين بفئات الجائزة وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الجائزة جاءت لتؤكد على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ضرورة قيام المملكة بواجباتها نحو المجتمع الدولي واهتمام المملكة بدعم الحركة الشبابية العالمية وتوفير الارضية المناسبة لجميع فئات الشباب العالم المبدع لابراز مشاريعهم الرائدة في مجالات الجائزة مشيرا نؤسمه الى ان الجائزة تبينت للجميع القدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب العالمي واصراره على تحقيق طموحاته وابداعاته في مختلف المجالات وبرهنت لجميع العالم بان الشباب يمكن الاعتماد عليهم في عمليات البناء والتحديث وبينا سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ان المشاركات الكبيرة من قبل الشباب العالمي المبدع في هذه الجائزة جاءت لتؤكد للجميع ما يمتلكه الشباب من قصص الابداع والتميز لابرازها للجميع في اطار منظم يغلفه الطابع التنافسي الشريف بينهم مشيرا الى ان الجائزة وجدت لتحتضن الشباب العالمي وتوفر المساحة المواتية وخلق المناخات المناسبة لهم لاظهار مشاريعهم التي يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من ابداعاتهم ومسؤولياتهم تجاه انفسهم ومجتمعهم واعرب سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تهنه الى جميع الفائزين في المسابقات مؤكدا ان الشباب العالمي هو الرابح الاكبر من جراء المشاركة في الجائزة مثمنا في ذات الوقت جهود لجنة التحكيم التي بذلت جهدا كبيرا في تقييم الاعمال واستخلاص النتائج كما اثنى سموه على الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي ساهمت في نجاح الجائزة واقام سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم الفائزين في المسابقة وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي ثم تلاوة ايات قرآنية ثم تم عرض فيلم يحكي قصص نجاح الجائزة ومشاركات الشباب ثم تم عرض كلمة سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وقال فيها تعتز مملكة البحرين بتنظيم الجائزة لما تحمله من تطلعات وامال تتشارك فيها مع المجتمع الدولي لبلوغ الاهداف في رعاية الافكار والمشروعات الشبابية لقد أطلقت المملكة جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في عام 2011 وذلك تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك المفدى والتي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر لمختلف دول العالم من خلال زراعة الأمل في نفوس الشباب كما أن الجائزة والعمل الذي يشرف عليه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مقدمة التطورات العالمية في مجال الشباب الذي يسهم في تمكين الشباب ووضع بصمة في عملية النمو العالمي وإثراء التنمية المستدامة وأضاف ساعة الجائزة في نسختها الأولى لإطلاق شرارة الإبداع بين الشباب محليا أما اليوم في نسخة السادسة نحتفل معكم بالعالمية ونفخر بأن هذه النسخة قد حققت زيادة واضحة في الأعمال حيث بلغ عدد المشاركات ثمانية ألاف وثلاثة أعمال شبابية كما سجلت المشاركات زيادة في عدد الدول التي بلغ عددها مئة وسبع وعشرين دولة وتابع لقد جاء هذا الإنجاز على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع إلا أن استمرار الجائزة بالشكل المثالي منذ بداية الانطلاق وصولا ليومنا يعتبر بمثابة تأكيدا واضحا على حرص البحرين على القيام بدورها العالمي في الاستثمار في الشباب بعد ذلك تم عرض كلمة الدكتور يوسف البستيجي نيابة عن لجنة التحكيم تقدم فيها بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد لرعايته الجائزة مشيرا إلى أن النسخة السادسة شهدت مشاركة نخبة من المحكمين الذين يشير إشار لهم بالاحترافية في عملهم والنزاهة مؤكدا على أهمية الجائزة ودورها الإيجابي في اكتشاف وصقل وإبراز المبتكرين